بارح الكابتن محمود الخطيب وحنا شايفين طبعا اللعطات من التدريب كان حريص ان يكون متواجد فيه تدريب فريق النادي الاهلي ويمكن في رسالة قصيرة جدا وجهها للعيبة قال لهم احنا عندنا تحديات ثلاث ايه هي التحديات الثلاث لازم توقفوا جنب بعض ويبقى فيه مؤازرة ومسندة عشان المرحلة اللي جاية بمعنى عندك تصدر الدور العام في الفترة اللي جاية امر مهم جدا عشان تبتلعب مباريات وكأنها اشبه لقاءات الكؤوس مع نقاط تبعد مبكرا في الصدارة ده تحدي مهم جدا عشان هيفرق معاك فيما بعد وانت مكمل مشورك عشان يبقاش فيه امور تعمل ضغط على مسابقات اخرى لو انت لقدر الله غير موفق في المباريات المحلية استئناف مباريات دور الابطال وانت حامل لقب واللقاء المقبل امام استاد ابيتجان الثلاثاء المقبل فبالتالي تحدي تاني مهم جدا التحدي التالت كأس التحدي وهو ده مسمى الحقيقي فعلا كأس التحدي في قطر منتصف الشهر المقبل اللعيبة مقبلة عليها عشان تنجح في كل التحديات دي لازم اولا تقفل ودانك تركز في الملعب تشتغل على انك تحقق اكبر نتائج ممكن خلال الفترة اللي جاي